في رأي يقولك إنه عشان الزواج يكمل عشان كل البنات اللي بتسمعنا بقى قد النظر عن سوسو أو لا بيقولك إنه عشان الزواج يكمل لازم الراجل يكون بيحب الستة الضعفة لأنه الستة لما بتحب الحب بيقعد يزيد 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 بس الراجل لما بيحب ويمتلك الحاجة مين بيقولك نظرات دي؟ بيقل... لا قدتها على الإنترنت من كام يوم فيديو لا خالص والله يقولك الراجل لما بيمتلك الحاجة يعني هي لوسز انفرس بيفقد الاهتمام ده ملوش علاقة بكون راجل ولا كونها ست ده ليه علاقة بالشخصية نفسها فيه ناس لما تمتلك الحاجة تحافظ عليها كان نفسك تركب عربية مرسيديس جبتيها محافظة عليها جدا عشان انت كان نفسك في ده في حد تاني لأ هو لعبة جابها وبعد شواء فقط الاهتمام فدي تعتمد على الشخصية مش بتعتمد على الراجل يعني الجواز الناجح ما اعتمدش ان الراجل يكون بيحب الستة اكتر لا خالص لانه لو بيحب الستة اكتر هو بقى مش بالموضوع بيحب بعد شوية هيبقى عرفق خنقة اللي هو اي انت رحفين جاية منين بتعميلي ايه لا احنا ما بنقولش كده بقى احنا بنقول حب بقى مساكينة وموادة ورحمة ما هو ده ونس هو ده عودي معايا بدل ما تنزلي ايه رأيك بحب الاتنين لازم يحبوا بنفس القدر بنفس القدر بنفس القدر لو حد بيحب التاني اكتر فاللي بيحبه اكتر ده هيتعزم تمام لانه هي العلاقات كده كان علي بن ابي طالب بيقول لو ان بيني وبين الناس شعرة من قطعت فاذا شدوها ارخيت واذا ارخيتها شدت واذا حد يشدو حد يرخي زيب بيقولو بالبلدي كده اوه متعصب يا سيدي احتوي المسافات احنا بنقول الحب هو زكاء المسافة يعني ايه الحب هو زكاء المسافة امتا تقربي فاتحفظي على حبك وامتا تبعدي فاتحفظي على جاذبيتك فاهماني خد بالك القريب اوي يفقد القريب اوي بيفقد جاذبيته والبعيد اوي بيفقد الحب فاهماني البعيد عن العين بيعيد عن القلب هي وصلت رمحانات انه بيحبها وانه هو مش قادر يستنى عنها زي ست تخلي الراجل يحبها كده ما قدرش يستنى عنها اه ممكن طبعا هو اعمالها يحبها ليه يعني هي اللي هي اللي بتعمل ده ايه بنعمل ايه بنعمل ايه بنعمل ايه اه انا مش المفروض اقول لنا انت بتعمله ايه المفروضة انت عارفين لا انت دكتور نفسي وعارفت انت وشفت كتير قول لنا غشيشنا ايه لزكاء المسافة اول حاجة تعرف امتى تقرب وامتى تبعد ما تفضلش مقربة طول الوقت لحد اما هو يزهق ويمشي تمام خصوصا انه اغلب ما يبقاش قاعد لوحده طول انت عندك توحب اغلب العرسان اغلب العرسان اللي كانوا متقدم لها في القصة جوى السالونات اغلب عليك معجبين بها جدا في الاول يعني ايه لا بس هو حد ايه كانت معجبة بيه هو واحد بس اللي حبته لكن باية العرسان شكلهم جوى السالونات هي كان بيقابلها فيعجب بيها وبعدين ايه دي عارف ان عندها مرض فياخد بعض ويمشي واحد قربت منه وبرضه جات في وقت مش مناسب خدي بالك برضه امتى تقولي ايه والمين امتى اقول ايه اقولها امتى ليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما يقال حضر اهله وليس كل من حضر اهله حضر وقته بمعنى ترجمها لي في القصة امتى بقى اقول ايه والمين وازاي فالمفروض هو اللي كان يبقى عارف بعد ما تصق تماما انه هو بقى فيه علاقة جيدة بينه وبينها لدرجة انه ممكن يقرر انه يشيل المسئولية ويبقى راجل يعتمد عليه ويقول لها انا اخذك حتى لو انت عضم في قفة ده مرحلة من المراحل يعني ما صرحش في الاول مرحلة من المراحل العلاقات العاطفية بتوصل كده انه هو هيعمل معها اي حاجة ماء ما هي كان فيها من مشاكل هو جنبها وهيسندها اشتركوا في القناة